مشاهدين الكرام مشاهدي قناة الصحة والجمال أهلا بكم و أولى حلقات الحرية مسئولية كنت مع حضراتكم بشرف على مدار سنوات مرت أن أنا قدمت سلسلة حلقات كتير على قناة الصحة والجمال كان الهدف الأساسي منها هو خدمة المواطن كان هدفنا الأساسي من الحلقات اللي كنا بنقدمها لحضراتكم على الصحة والجمال على مدار سنوات كتير مرت نؤكد أن الإعلام مش دوره فقط هو أن أنا بعرض القضية أو بنقش القضية أو بعرض الخبر أو بنقل الخبر لحظة حدوثه أو بعد حدوثه ولكن كان الهدف الأساسي أن الإعلام في خدمة الوطن وفي خدمة البناء وفي خدمة الإصلاح اللي بيسعى إليه سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة الماضية وحاليا نحن شايفين مشروعات كتير يعني بيقوم بفتتاحها سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وبيدل على البناء والإصلاح وأن لازم الإعلام دايما وخصوصا عقب إعادة إنشاء أو إدراج وزارة الإعلام في التعديل الوزاري الأخير بتولي الدكتور أسامة هيكل الوزارة بيؤكد على دور الإعلام في الإصلاح المجتمعي في الفترة الحالية يمكن خدمة الوطن وخدمة المواطن في الإصلاح ده الفكرة اللي اتفقنا عليها فكريا أو التقينا فيها فكريا مع أحد الأحزاب السياسية وهو حزب وليد ولكنه صعد بسرعة الساروخ حزب له بصمات في فترة وجيزة منذ تاتشينو في الشارع المصري نقدر نقول شايفين له بصمات واسعة في الشارع في الفترة الماضية هو حزب الحرية المصري اللي هو شايف أن الحزب السياسي مش فقط انتخابات وقوائم وتجهزات انتخابية وهو الاستحقاق القادم ولكن هو خدمة الوطن ولذلك احنا اطلقنا برنامج الحرية المسئولية بالتعاون مع حزب الحرية المصري وعلى رأسه معالي الدكتور صلاحة صبالله المتحدث الرسمي باسم المجلس النواب خلوني أرحب بزميلتي صارة أبو زيد اللي ان شاء الله تشاركني مع حضراتكم في تعديم حلقات الحرية المسئولية على مدار حلقاتها أهلا بك يا صارة معانا في الحرية المسئولية وبداية موفقة وان شاء الله نجاح مستمر أهلا بك يا أستاذ سيد وأهلا بكل السيدة المشاهدين في مصر والوطن العربي النهاردة زي ما احنا شايفين أولى حلقات برنامج الحرية المسئولية قبل ما اتكلم معاكم سبب اختيارنا لإسم البرنامج طبعا احنا الفترة الجاية داخلين على سنة جديدة وبنودع سنة 2019 وداخلين على 2020 وهو زي ما احنا شايفين انه هو رقم مميز يا رب ان شاء الله كون كمان سنة مميزة علينا على الشعب المصري كله والوطن العربي بأكمله وكل اللي ما حققش حاجة في 2019 ان شاء الله حققها في 2020 خلوني بقى اتكلم عن برنامجنا وهو الحرية مسئولية عايزيني اتكلم سبب اختيارنا لهذا الاسم للبرنامج ما معنى الحرية مسئولية؟ خليني اقول لكم ان الحرية مسئولية عنصرين مهمين جدا من عناصر انسانية الانسان فاذا كانت الحرية بتؤكد الفردية فالمسئولية بتؤكد كمان الاجتماعية بالاضافة كمان زي ما احنا عارفين ان معنى الحرية هو التحرر من كل الكيود والعوائق اللي بتقود الفكر والانتاج والعمل بالتحديد احنا دلوقت سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بيؤكد على اهمية الفكر والانتاج والعمل وخدمة المواطن عشان كده النهاردة في برنامجنا الحرية مسئولية هيساعدنا يكون معانا السادة القائمين على حزب الحرية المصري بالدأهلية خلونا نطلع فاصل ونرجع نرحب تجيبنا ولسه مكملين اول حلقات برنامجنا الحرية مسئولية وزي ما قلتلكم قبل الفاصل ان احنا معانا النهاردة كوادر مهمة جدا في المجتمع وهم السادة القائمين على حزب الحرية المصري بمحافظة الدأهلية خلوني ارحب بديو في اللي منورني في الستوديو الرجل الذي ابدع في الحياة السياسية بالدأهلية مهندس طارق عبدو امين حزب الحرية المصري بالدأهلية اهلا بيك باش مهندس اهلا بيك ومعايا دينمو السياسة بالدأهلية المصتشار هلال الشيخ امين مساعد حزب الحرية بالدأهلية وامين مركز ميد غمر اهلا بيك سيادة المصتشار اهلا بيك اهلا بيك اهلا مساعدة في البداية كده كنت عايزة اعرف من حضراتكم ايه فكرتكم كحزب سياسي عن الحرية مسئولية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى لي وصحب وسلم الاول بحب بشكر قناة الصحة والجمال والقائمين عليها لاعلام المتميز سيد سعيد وحضرتك الاعلامية المتقلقة المتميزة سارة ابو زيد على استضافة البرنامج ده واتحت الفرصة لحزب الحرية المصري لعمل برنامج هيكون برنامج خدمي وسياسي يساعد المواطن البسيط في توصيل متطلباته وحزب الحرية المصري طبعا اللي بيرقصه الدكتور صلاح حصاب الله المتحدث الرسمي باسم البرلمان وبستغل الفرصة دي ان انا اهني واهني سيادة النائب احمد مهنة الامين العام للحزب على مستوى الجمهورية بافتتاح الفرع رقم 454 في محافظة بني سويف منذ ايام قليلة والرقم اللي حضرتك بتسمعي ده ده رقم في زمن قياسي وليه لا والحزب وضع بصماته في الشارع وتناغم وفعلا الحزب ده هو وصل ايدي ليوصل للناس في بيوتها ويحل مشاكلهم فلاقى قبول ودعم من المواطن وده يمكن سبب الانتشار وده اللي كان الداعي من اننا جات لنا الفكرة والفرصة ان احنا نعمل برنامج تلفزيوني ويكون لنا الصبق انا ومعالي المستشار هلال الشيخ امين مساعد الحزب ان احنا نعمل نكون رعاة لبرنامج يرعى فكرة متطلبات المواطن وخدماته ونسمع لاراءهم ونوصف اللي هم عايزينه للمسؤولين تمام يمكن هنتقل بقى وانا بعيدة ترحيب بسادة ضيوف المهندس طريق عبدو والمستشار هلال الشيخ ومستشار هلال برضو بنؤكد على فكرة ان الحرية مسئولية يمكن الحرية مسئولية لها وجهات نظر كتير او ممكن تتشاف من زوايا مختلفة دي كانت زاوية المهندس طريق عبدو اللي شاف فيها معنا الحرية مسئولية انا يهمني جدا ان انا عرف ان حضرتك يعني حرية مسئولية اسمحولي في البداية طبعا نرحب بك سيد بي انت والمزيعة المحترمة لمعانا وطريق بي طبعا السيد امين المحافظة ولكن اسمحولي في البداية ان انا اهني الشعب المصري كله الشعب المصري العظيم طبعا بالعام الجديد 2019 كان عام جميل جاوي في كل حاجة السيد الرئيس امتعنا حقيقة ولكن الجندي اللي هو الحقيقي هو المواطن المصري برضو بنتهز الفرصة دي وبقول للشعب المصري كله اثبتتوا فعلا ان انتم قد المسئولية واثبتتوا انكم تحملتوا فعلا مع السيد الرئيس وانا بحيي الشعب المصري كله وبحيي السيد الرئيس اما كلمة الحرية مسئولية دي كلمة كبيرة جدا يا سيد بيه احب اقولك ان الحرية نوع من الدموقراطية جزء بير جدا من ناس ما تعرفش ان الحرية دي على قد ما هي نوع من الدموقراطية على قد ما هي مسئولية يعني بمعنى كانت في المجتمعات القديمة ما كانش فيه حاجة اسمها مسئولية كان كل واحد يعمل له وعاوز يعمله ممكن مسئولية على عبر الزمن دون مراعاة الاخرين ولكن بتطور الزمن والمجتمعات اصبح للوقت كل انسان بيعيش مع الاخر والنهاردة بقت الحرية مسئولية بمعنى انك انت قد ما انت حر قد ما انت مسئول طبع العمل الحزبي واختيار كلمة الحرية مسئولية وانا بهني قيادات حزب الحرية المصري وعلى رأسهم طبعا الدكتور صلاح حساب الله المتحدث الرسمي باسم بردمان مصر على اختياره الحرية مسئولية الحرية مسئولية اي انت حر فعلا في كل تصرفاتك ولكن رأي دائما ان عليك حقوق واجبات لازم تؤديها للمواطن وطبعا تحترم رأي الاخرين مش معنى انك انت حر انك انت تتجاهل الاخرين قل رأيك ولكن كمان احترم رأي الاخرين دي الحرية المسئولية استهزانك بس الكلمة الاخيرة يعني انا عاوز اقول لحضرتك الحرية مسئولية دي مش مجرد كلمة ده حياة يعني نقدر نقدر نعتبرها مبدأ للحياة تأكيدا على كلام المستشار هلالي الشيخ الحرية مسئولية مش مجرد كلمة الحرية مسئولية حياة تمام يا استاذ سيد حبة بس اسأل نفس الموضوع بالنسبة للمهندس طارق تعقيبك انت شايف برضو الحرية مسئولية من وجهة نظرك بصفتك بصفتك امين حزب الحرية المصري بالدقالية شايف الحرية مسئولية بتمثلك ايه كمعنى او بصفتها ممكن تكون ايه بالضبط كشارح تفصيلي انا هجاوب حضرتك بمنطقة البساطة والسلاسة الحرية مسئولية يعني ايه عشان المشاهد البسيط يفهم يعني ايه الحرية مسئولية انا عن نفسي كتجربة شخصية اعرف ان الحرية مسئولية دي من وانا في سنة ربعة ابتدائية هتسألني ازاي وانا في ربعة ابتدائية عرفتي يعني ايه حرية مسئولية والد الله يرحمه كان بيديني المصروف بتاعي وانا في سنة ربعة ابتدائية بالشهر مش باليوم عشان اكون حر في التصرف فيه على مدار الشهر لو انا صرفت المصروف بتاع الشهر ده في يوم واحد خلاص هقعد بقية الشهر من غير مصروف فهو اداني الحرية لكن حملني المسئولية تمام وهي دي الكلمة اللي انا عايز اطلع بها بالرسالة دي وبعد ما خلصت واشتغلت انا كنت باشتغل عمل حر كنت عندي شركة مؤولات خاصة به فبالتالي برضو الناس فهم ان العمل الحر ده يعني بيتدلع لكن بالعكس العمل الحر ده مسئولية اكتر من الموظف اللي محكوم بوقتنا اللي مش مهندس طارق قال ان الحرية انت حر ما لم تدوره ما لم تدوره ولكن مسئول بزر اذا نقدر نقول ان الحرية هي جزء من المسئولية في العمل الحزبي احنا بنتكلم في الاحزاب واحنا اخترناه في حزب المسئولية العاوز اقولك يا سبت الامين ان احنا فعلا بنقول احنا بنشارك كل الاحزاب علينا مسئولية نسمحهم ونتشارك معهم طبعا الاحزاب في الفترة الاخيرة بدأ الحراك السياسي بدأنا نشوف الاحزاب بدأت تتحرك على الارض بشكل كبير منها اللي له بصمات ملموسة على الارض والمواطن المصري شايف وفيه اللي منه ملوش اي بصمات في الشارع المصري فيه منه اللي شايف زي ما قلنا في المقدمة ان السياسة هي انتخابات وفيه اللي شايف زي الحراء المصري واللي بيأكدوا قيادات الدهالية معنا دلوقتي ان السياسة خدمة المواطن اول يمكن ده اللي اكده سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته لافتتاح مشروعات الفيوم في يوم الاربع الماضي يعني من يومين تقريبا كان في زيارة لافتتاح مشروعات الانتاج الحيواني في مدينة الفيوم يمكن احنا شايفين الانتاج الحيواني او اللحوم اصعار اللحوم في الفترة الاخيرة بسبب مشروعات وجهد المسؤولين الكبيرة اصبحت تتناقص او تتقلص الاسعار في الفترة الاخيرة يمكن على هامش الافتتاح والمؤتمر التقى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسادة الرؤساء الصحف كان هناك بعض النقاش والشد والجذب والجدال بين السادة الرؤساء الصحف وبين السادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي انه بيدعو الاحزاب للحراق وللعمل على في الشارع وخدمة المواطن ويمكن ده احنا بنقول يا سيد الرئيس احنا بنلبي ده من خلال الحرية المصر ومن خلال برناميك ده الحلية الحرية المسئولية خلوني اطلع مع حضراتكم ناخد الفيديو اه اللي اتكلم فيه سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حول نقطة الاحزاب مع السادة رؤساء الصحف اه زي ما شوفنا مع حضراتكم في لقاء اه السادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالسادة رؤساء الصحف المصرية اكد على فكرة ان اه انه مرفوض فكرة الحزب الواحد او الحزب الحاكم زي ما متداول في الشارع في الفترة الاخيرة ان هناك بعض الاحزاب او احد الاحزاب هو الحزب الحاكم اه خلوني انتقل مع السادة ضيوف اه حلقيتنا النهاردة اه المهندس طريق عبدالفتاح المتشرح للشيخ لنتناقش سويا حول هذه النقطة دور الاحزاب في الشارع فين دور الاحزاب وايه المنط بها على الاحزاب السياسية خلال الفترة القادمة ان تكون اه على دراية بيه وان هي تعمل بين اجله في الشارع المصري خلينا نبدأ مع المهندس طريق عبدالفتاح شايف حضرك الموضوع انا شايف ان دور الاحزاب هو الدور الاساسي في الحياة السياسية ولازم يعني ايه يكون فعال اكتر من كده بمعنى ان احنا لازم احنا ما نستناش الناس هي اللي تجلنا في الحزب وتطلب مننا ان هي تتضم بالحزب احنا اللي لازم ننزل للناس الشارع وننزل للناس القرى والنجوع ونشوف متطلباتهم ايه ونساعدهم ونحاول نوصل اه مقترحتهم ومشاكلهم وطلباتهم للمسئولين ونحاول نحلها وطبعا اه حتة اللي حضرتك بتتكلم عنها يا استاذ سيد بخصوص الاستحقاقات والانتخابات والنواب احنا مش هدفنا ان احنا نبقى نواب ولا نبقى اه في المحليات ولا الكلام ده وبعد كده ندور على خدمات الناس لا احنا المفروض نخدم الناس ونشوف متطلباتهم ونرعيهم وبعد كده لما يكون في استحقاقات واحد من الحزب يعني يحصل على مقعد او مقعدين او تلاتة على حسب دائرته وظروفه هيقدر يخدم اكتر من خلال حزبه الناس احنا يعني على سبيل المثال الاسبوع اللي فات عملنا عندنا في الدائلية فعالية كويسة جدا خاصة بالفلاحين ومشاكلهم وكنا مستضفين مسؤولين من وزارة الزراعة ونقب الفلاحين على مستوى الجمهورية عشان يشوف مشاكل الناس ومتطلبات طارق متأسفة اضطر ان انا قطعك في الكلام معانا مدخلة رئيس حزب رئيس الحزب صلاح حصاب الله اهلا بحضرتك يا فاندم اهلا بك تحياتي لك وتحياتي لما انت طارق عبد وامين حزب في الدائلية مش عارك مين معاحد معاك تاني المسؤولين للشيخ اه المسؤولين للشيخ اه المسؤولين للشيخ الامين نعم المسؤولين في الدائلية وامين من غض خلينا نرحب بحضرتك اولا دكتور صلاح حصاب الله رئيس حزب الحرية المصري والمتحدث الرسمي باسم برلمان مصر وباسم مجلس النواب اهلا بحضرتك دكتور صلاح اهلا بك تحياتي لكم جمال جمالاء الحضور يعني وعايز بات تعنيكم وورا حلقات برنامج برنامج الحرية المسؤولية اللي بيراحل بالحرية المصري يعني تسبقى منفذ ومنصة وشاشة يعني ننقل من خلالها مشاكل الناس ونقلش القضايا اللي بكل المواطنين ونحاول يعني نبقى حالة وقت ما فينا هذين قضايا ومشاكل الناس والمسؤولين التنفيذين في مصر في مختلف المجالات ونكتب اللي احنا نقدم حلول حقيقية لكل هذين مشاكل والقضايا كدور ونرى دور دور ملح ودور اولي لحزب الحرية المصري كنت عايز اعرف من حضرتك يا فندم مدى استعداداتكم كحزب الحرية المصري في الثلاث استحقاقات اللي احنا عارفينهم يعني الدور هيكون عامل ازاي في كل انصر والله خلينا اقولك ان احنا احنا بنأسس لمشروع حزب سياتي مش مشروع تجاري يعني فهدفه ان احنا بنقدم الخدمة او بنتواجد من اجل دايما قال زملائي كده مواقع ومقاعد نيابية او مقاعد المجالة المحلية او مقاعد مجال الشيو احنا عندنا مشروع سياتي ومؤمنين تماما بان المشروع السياتي على فكرة تقافة المكسب والخسارة وحزبة المكسب والخسارة في مشوار ده احنا مكسبنا الحقيقة على فكرة ان احنا نؤسس لهذا المشروع بشكل جد مشروع يبقى قادر على التواصل مع المواطن قادر على اقناع المواطن المصري بالانتقال من حالة العزوف على المشاركة في الحياة الحزمية الى مشاركة حقيقية في حزم هو شايف كل اللي فيه كيادات واعضاء وكل مختلف مستوياته التنظيمية متوقفين في الشارع في الكرة والنجوة يدين في اياد الناس بذا متلامت مع مشاكل الناس مشروعنا السياسي ده عندنا ايمان انه هو مشروع طويل الامد بنبني مشروع حزم مش يبقى جاهد من التحقاقات الانتخابية اللي جاية وبس يبقى جاهد لتدشين حياة سياسية ونظام حزم سياسي حقيقية في الدولة المصرية حزم سياسي قاعم على فكرة انه يولد من الشارع وينمو من خلال الشارع طيب حضرتك يعني شايف ان هل هيكون حزب الحرية المصري الحصان الاسود زي ما بنقول انه هو قادر على تحقيق الاستحقاقات السلاسة ام هتركزه على استحقاق واحد او اتنين بالكتير نعم ما فيش حزب بيناء ما بين الاستحقاقات الانتخابية احنا كحزب من خلال عملنا اللي امتد الفترة كبيرة جدا لما اقولك ان احنا وصلنا كنا بنستطيع اخر مقر في اعمال البنسوي في مقر رقم ربعمية اربعة وخمزين اعتقد كده بنقدل نفسنا كاحد ادور الاحزاب السياسية لما نقولك ان العضويات الحقيقية مسددة باستمرات ومشتراكات داخل حزب اتجاوز الميت الف او خرب الميت الف يبقى كده معناه دي دلالات دلالات حقيقة اتأكد تماما ان احنا حزب كبير مش بالكلام حزب كبير بالارقام وبالفعل حزب بشكل دوت اعتقد ان هو عنده قدرة على خود الاستحقاقات الميت خابية او اي استحقاق الميت خابي لو بكرة لو تفصل الاخر طيب حضرتك شايف ان ممكن هل من المحتمل ان يحصل اندماج مع احد الاحزاب الاخرى ويحدث تكتل زي ما بنقول ام هينفرد وهيكون يعني ينفرد مغردا بعيدا عن احد الاحزاب ويكون وحيدا لا خلينا اقولك على فكر ان احنا مؤمنين داخل الحز بمبدأ المشاركة مش المغلبة بمبدأ الدعوة للنقاش مش الاستحواذ والانفراد والاحتقال لا يصبح في حزب كياتي لديه عقل ورؤية ان يحتكر الحياة كياتية بالعكس احنا شايفين ان المشاركة والتوافق مع الاحزاب الوطنية الوطنية اللي لها تواجد في الشارع ايا كان حجم هذا التوافق لا مهم جدا لصالح حياة الحزبية كياتية احنا مؤمنين بالعمل المشاركة مع كل احزاب الوطنية اللي زي حزب الحرية المصري وعايز امكن اعلم من خلال اول حلقة البرنامج الحرية المصري ان احنا بنوان نظم ويبقى على مئدة الحزب خلال الاسبوع القادم مئدة مستديرة تناقش خارطة الاستعداد والاستحقاقات الانتخابية السلاس ومنقش القوانينها تبقى على مئدة حزب الحرية المصري ندعو فيها كل الاحزاب الوطنية الفاعلة الوطنية الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية المدفعة عن مقدرات الدولة المصرية دي هي تبقى دعوة من حجم الحرية لهذه الاحزاب خلال الاسبوع القادم لمناقشة خارطة الطريق للاستعداد دكتور صلاح حضرتك يمكن ديت برنامج الحرية المسئولية انفراد ان هناك تنظيم لمئدة مشتديرة يجلس عليها قادة الاحزاب في الشرع المصري خلال الفترة القادمة حضرك شايف ان الفترة القادمة والاستحقاقات قد وجبت استحقاق مجلس النواب استحقاق مجلس الشيوخ واستحقاق المحليات يمكن هناك بعض الاقاويل حول المحليات وانها مؤجلة الى اجل غير مسمى يمكن حضرتك شايف ان الشارع المصري ممكن يتقبل ازاي فكرة ان تؤجل المحليات على مدار سنوات يمكن من 2011 حتى هذه اللحظة لتوجد محليات في الشارع المصري طب لا يعني هو بالتأكيد المتصف معاك ان اهمية وجود مجالس محلية متخبة تمارس سلطيتها الرقابية على الاجهزة التمسيطية وقصدنا مجلس ردارة محلية انما في نفس الوقت على فكرة ضد فكرة تعجل في اصدار القانون والتام ده رأيي من زمان تعجل في اصدار القانون لان القانون مش مرتبط من انتخبات المجالس المحلية فقط القانون بينظم نظام الادارة المحلية في الدولة المصرية وبيأسس نظام دارة محلية قايم على فكرة الانتخال من المركزية الى اللا مركزية قايم على فكرة تقويض المحافظين بسلطات اكبر تمكنهم من ادارة الاجهزة التنفيذية داخل المحافظة فكرة الادارة الرشيدة دي عشان تتحقق لازم يبقى القانون مفهوش اي صغرة عشان كده ده ده اللي بيدفع مجلس النوار دائما الى تأجيل مناقشة القانون او التأني في اصدار القانون الحين ضمان انه قانون طائق الجودة قانون صالح للاستخدام لمدة لا تقل عن عشرين او خمسة وعشرين ده فعلا معالي الدكتور صلاح صلى الله لابد ان يكون القوانين مش بس قانون المجالس المحلية بس يا فاندم افضاقت في الشارع المصري هو اللي يستمر لمدة طويلة ولكن احنا محتاجين قناة تشريعية تكون طويلة الامد اسمح لي ان اشكر حضرتك دكتور صلاح صلى الله المتحدث الرسمي باسم برلمان مصر ورئيس حزب الحرية المصري اعود مرة اخرى نشكر حضرتك يا دكتور على مدخلتك ومبركتك لنا في البرنامج وكل سنة وحضرتك طيب احنا فخورين برئيس حزبنا وحنا بنشكره كمان يا سبت الامين على البرنامج ورعاية البرنامج وده فعلا عمل حزبي يجب ويريد كل الاحزاب تاخد نفس الخطوة دي وكلنا في خدمة الوطن وخدمة المواطن شكرا يا دكتور صلاح اشكرك يا صاري بي واشكرك يا سبت المتشار ومتمنى لكم ومتمنى لنا جميعا التوفيق خلال الفترة الجاية والتوفيق الأمبر لمصر العزيزة الغالي على الوربنا جاية شكرا لحضرتك معالي جبتور صلاحة صبالله وشكرا مع وصوله ضيوفنا الكرام نعود مرة اخرى حول دور الاحزاب مع المستشار هلال الشيخ دور الاحزاب في الشارع المصري حضرك شايفوا ان من الناحية الخدمية ومتقدم الخدمات ولا ناحية سياسية فقط خليني بس الفيديو الجميل اللي انت عرضته يا سيد به الفيديو ده يعني انا مش هقول حاجة بس بسيطة قوي ولازم الشعب المصري يعرف كله اتعودنا الصراحة حقيقي يعني من سيد الرئيس عفتاح السيسي الراجل صريح وواضح وبيحب البلد وطراب البلد قال انا ما عنديش حزب حاكم دي لازم الناس كلها تعرف وقال كمان ايه يعني اسراء الحياة السياسية في مصر بناء على تحركات البواطن وتحركات الاحزان فعلا الموضوع مش موضوع عدد الموضوع مش موضوع عدد الحزب ده كام ولا من اللي مسكه لا الرئيس بيقول الحركة في الشارع الرئيس بيقول البلد بلد ده كلنا يعني بمعنى اوعد فكروا انه انتو كتير لا هو عاوز حراك سياسي عاوز فعلا اسراء حياة سياسية انا اقول كلمة واحدة واحد لحضرك مرة اخرى استقبل مدخلة هاتفية من الدكتورة شيماء عمر عيسى امين المرأة بمحافظة الدقالية بحزب الحرية المصري اهلا بحضرتك يا دكتورة اهلا بيك يا باشموهندش ازاي حضرتك تحياتي لحضرتك شايفة ازاي حزب سياسي كل منبر اعلامي لأول مرة في تاريخ للسياسة المصرية ووضع خطة جديدة ورؤية جديدة للسياسة واستتاح المقر 454 طبعا في الباني سويس في الفترة الاخيرة واوجد الشكر للمهندس طاري عبده والمتشف ازاي الشيخ على كل الدعم اللي بيقدموه لنا في محافظة التأهلي تمام اشكرك شكرا جزيلا جزيلا لدكتورة شيماء عمر عيسى امين المرأة بحزب الحرية المصري واعود لزمي اتصارة انا عايزة انتقل للحديث مع البشموهندس طاري وعايزة ااخد رأيك في مقولة الاحزاب الكارتونية شايف ما مدى تأثيرها على الحزب لا هي الحمد لله ملاش اي تأثير على حزب الحرية المصري لان الشرع المصري على فكرة اختلف اختلاف كبير جدا عن ما سبق الناس كلها بقت مسقفة ووعية وفاهمة وعرفة مين اللي بيشتغل ومين اللي ما بيشتغلش ومين اللي بيخدمه ومين اللي ما بيخدمش والاحزاب مش مسميات الاحزاب فعل وعمل ده حتى الدين نفسه الدين المعاملة يعني اعمليلي اي حاج بس انا عاوز اقولك حاجة بعلش اقطعك سبت الامين احنا نحترم انت دائما بتقطعنا بالسعادة بعلش يا حديث احنا نحترم كل الاحزاب حتى الاحزاب الكارتونية ليه ليه كل واحد له حق وله انه يحاول انه يحاول يعني يدخل في الحياة السياسية ولكن زي ما الرئيس قال قال حاجة جميلة قوي وانت عاوز اخذ رأيك فيها طبعا بيقول بيقول احنا ممكن الاحزاب دي تبقى خمس ستة احزاب قوية علشان نسر الحياة السياسية انا باختلف مع حضرتك احنا طالما اسمه حزب كارتوني بقى انا ما احترموهش انا باحترم الصغير والكبير احترم الراجل اللي شغال احترم الحزب اللي فعال لكن حزب ملوش تواجد غير انه بس مجرد اسمه او وراء او كارتون او ما ليه سموه احزاب كارتوني انا احترم الجميع واقدمهم على نفسي كمان لو هو هيقدم خدمة للمواطن انا ساعده افضهره طبعا انما هي بس لو انضم الحزب ده لمجموعة احزاب تانية تمام واشتغلوا فيهم في بعض الاحزاب طبعا موجودة فيها قيادات وناس تحترم يباحنا بنقول ان احنا بنمدي ايدينا لكل الاحزاب طبعا ما فيش حزب فعلا اشتغل منفرد لأ كلنا بنخدم الوطن والمواطن المستشار هلال البشمان دستاري احنا مضطرين نطلع فاصل وهنرجع نكمل كلامنا اكيد عن حزب الحرية المصري بمحاوزة الدقاهلية وشاهدينا خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع ضيوفنا ولسه مكملين حلقتنا برنامجنا الحرية مسئولية وهعود تاني لضيوفي اللي منورني في الستوديو كلامي هيكون بالتحديد مع المستشار هلال الشيخ دينامو السياسة بالدقاهلية المستشار هلال حابة بقى نتكلم بالتحديد عن حزب الحرية المصري في محافظة الدقاهلية شايف ايه اهم الانشطة اللي هيقدمها او ايه اللي هينفرد بيه بالتحديد عن بقية الاحزاب لأنا عاوز اقولك حاجة وللشعب المصري كله يعرف صدر حزب الحرية المصري حزب فعلا مش هتكرر تاني وده مش علشان حزبي بامانة يعني بكياداته بافكاره الحزب ده اتولد من الشارع كان دايما مقولة للسيد الدكتور صلاح حصاب الله يقولك احنا رصدنا مش في البنوك احنا رصدنا في الشارع واخبالك رئيس معنى رصدنا في الشارع يعني احنا همينا الشارع احنا اتولدنا فعلا كلنا في الشارع لازم الشعب يعرف انك عاوز تعيش وتشارك في الحياة يبقى في الشارع تخدم المواطن انا عن نفسي وهتكلم عن نفسي واخبالك ستة مدحك نسيا بعد اذنك يعني انا في متغامرة عملت لا تتخيل في الفترة الوجزة ده حوالي مثلا حوالي 25 فعلي في خدمة المواطن هناك والكلام ده انا بقوله ومسؤول عن كلامي ده في متغامرة بس بالاضافة للدهلية كل قيادات حزب الحرية المصر على مستوى الجمهوري اختيرت بعناية فائقة وناس بتحب الوطن وناس عاوزة تخدم المواطن احنا مع الشارع ومع الناس وبنرحب بالعمل الجماعي طبعا لما نلاقي حزب زي كده وكمان عملنا هو زي ما انت شايفة حضرتك منبر عشان ان شاء الله من خلاله هنساعد برضو المواطن وهنلبي خدمات قدام الجمهور كله احنا عزين نعرف بالتحديد يعني ايه اللي هيميزوا يخلي المواطن ان هو يتجى او يروح لي كحزب بالتحديد معني بقول لحضرتك الناس النهاردة السيد الرئيس النهاردة ادى فعلا الحرية للشباب بمعنى حتى في الفيديو اللي اتعرض قاله وحد كان قال لنا او انتظر الاحزاب او انتظر عشان يدخل الشباب يدخلهم كده وزراء ومساعدين نواب محافظين نواب محافظين اللي هيشتغل ظاهر يعني بمعنى ايه الضوء مصلط على الجميع اللي هيشتغل هيب بلو مكان في البلد بمعنى كلنا لازم نحط ايدينا كاحزاب نحط ايدينا في ايدينا بعض مع السيد الرئيس علشان اولا خدمة الوطن والمواطن انا اقول كلمة اخيرة بقى في حق السيد الرئيس والكلمة دية انا اصدق انا اصدق يمكن نواب المحافظين في الفترة الاخيرة كانوا من تنسيقية الاحزاب طبعا وكان ده دور مهم جدا ده دي اشارة 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 بيد اشارة من رئيس اشارة من رئيس اوعى تخضوها بالسن ولا تخضوها بالنان ولا تخضوها بالفعلوة زي الزمان لا بس على فكرة تركز اوي اسمحوا لهم كمان بس وفيما اتفلت فيما اخيرة بعد اذنك يعني بالراحة كده وبهدوء والله الصيد الرئيس عفتاح السيسي الصيد الرئيس عفتاح السيسي زي ما فيه نيل في مصر زي ما فيه اهرامات في مصر انا بقول للمتربسين بالبلد دي موجود السيسي في مصر مش هلخاف على مصر صيد المستشار احنا دلوقتي يسمحوا لي ان انا هنخرج لمنطقة تانية خلص في الحوار بعيدا عن الاحزاب الخدمات بقى اللي بتقدمها الاحزاب خلونا بقى كحزب سياسي وكممبر اعلامي لحزب سياسي ان شاء الله خلال الفترة اللي جاية يكون هو الحزب الاول في مصر ان شاء الله خلونا احنا شايفين ان احنا الوزارات كتير بتعمل دور فعال في المجتمع ولكن انا خلوني اخد انطقينا وزارة يمكن بتلمس كل واحد فينا كل شخص فينا يمكن الوزارة دي لمساء يمكن متواجدة معاه في كل مكان بيتحرك فيه مسؤولي هذه الوزارة متواجدين مسؤولي وزارة الاوقاف الربمصرية على رأسهم معالي الشيخ وفضلة الشيخ محمد مختار جمعة وخلونا سابل تليفوني وفضلة الشيخ جابر طايع مساعد اول وزير الاوقاف ورئيس القطاع الدين اهلا بحضرتك مولانا اهلا بحضرتك رفش باند السيد وفي البرنامج بتاعك والف مبروك على البرنامج الطيب الله يبارك فحضرتك الشيخ جابر اختيار الاسم الحرية مسؤولية اختيار اسم وفق جدا 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 فعلا الحرية تحتاج الى ان تدرس ان تكون مسؤولية لان الحرية بلا مسؤولية تعتبر ضرب من العبس وتعتبر يعني جنوف الى الفوضى لكن لما تبقى الحرية مسؤولية بعتقد اتم على المسمى اه شيخ جابر يمكن حضرتك تعتبر الوزارة الاكثر الوزارات خدمة للمجتمع يمكن بتلمس المجتمع المصري والشعب المصري اه جيدا خليني اه شيخ جابر خليني اتنقش مع حضرتك واحنا قلنا الحرية مسؤولية حضرتك اعطت الحرية للخطباء بالصعود على المنابر ولكن كانت المسؤولية عليهم هو التوحيد الخطبة زي حضرك برضو تقدر انك يعني تراقب توحيد الخطبة واحنا عندنا مئات القرى والاف القرى والاف النجوع يمكن حضرتك اعتقد من وجهة نظر لوجهة نظر السيدة المشاهدين انك وزارة الاوقاف المصرية من الصعب عليها ان تراقب هذه الخطب او خطبة الجمعة اسبوعيا الحقيقة الخطاب الموحد هو صعب وسهل في آن واحد صعب عندما تريد ان تراقب كل انسان وكل خطيب على مستوى خطب الجمعة الذين قد يصلوا الى مئة الف خطيب على المنبر لكن هناك جهاز من التفتيش في وزارة الاوقاف في ديوان عام الوزارة جهاز من التفتيش في كل مدرية من المدريات الاقليمية جهاز تفتيش في كل ادارة فرعية كل مدير ادارة فرعية لديه ثلاث او اربع او كمس مفتشين كل مفتش لديه خمسة وثلاثين مسجد يستطيع ان يراقبهم ومتابعهم لكن لا يمكن ابدا ويستحيل عليه ان يصلي في خمسة وثلاثين مسجد الجمعة لكن هناك رقابة مجتمعية وهي تعلو وتكبر لان هناك حد مجتمعي نحو الكطاب الموحد والحد المجتمعي الذي يرفض اي فكر متطرف واي خطاب لا يتواكب مع الخطبة الموحدة في وزارة الاوقاف الخطاب الذي ينبذ العنف والذي ينبذ التطرف الذي ينبذ السدود في كل شيء اعتقد الجماهير تبلغ عنه على الفور فنتفاعل ونتعامل مع كل خطة جمعة ونحن لدينا في وزارة الاوقاف اعتقد غرفة عمليات كل جمعة لمتابعة ما يجري وما يحدث في خطب الجمعة على مستوى الجمهورية اشكرك شكرا جزيلا معالي الشيخ جابر طايع وكيل اول وزارة الاوقاف ومساعد اول وزارة الاوقاف وزير الاوقاف المصري ورئيس القطاع الدين والمتحدث الرسمي باسم وزارة الاوقاف ضيفنا الكرام مهندس طارع عبدو ومصدر كلمة اخيرة من حضرتك والمهندس طارع لمين الشيخ يابر لا عموما للأسف احنا اكيد هيكلين حلقات تانية وعنى اتكلم فيها بس تفضى اكتر عن الحزب بس للأسف يعني ياريت ناخد من حضرتكو كلمة اخيرة كلمة اخيرة فكرة الخدمات خدمات لا احنا كلمة لا نسمع فكرة الخدمات انتهى مهندس طارع احنا مهندس طارع احنا مهندس طارع وانه ما تنتهى للأسف وناخد كلمة اخيرة من حضرتك كلمة اخيرة انا بدأ كل الاحزاب المصرية وكل شرافاء مصر ان فعلا ما عادش خلاص قدامنا الا ان احنا نخدم مصر ونحط ايدينا في ايدينا السيد الرئيس عفتاح السيسي الرجل ده في 2019 يا سيادة الامين حاجة واحدة بس هتتخيلها واحد وعشرين زيارة خارجية في 2019 فالراجل برة وجوه شغال مش معقول احنا ننام فانا بدأ الشعب المصري كله ان هو يكون يحط ايده في ايدي السيد الرئيسي انا كلمة اخيرة مني هتبقى عبارة عن اعتذار رسمي على الهواء للناس اللي كانت منتظر على التليفونات علشان احنا هدف البرنامج الاساسي هو تلقي عندنا فقرة المحروضة ان هي تكون للخدمات المواطنين فبعتذر لهم وان شاء الله هنكرس وقت اكبر للموضوع ده ان شاء الله معنا احنا كنا معنا النهاردة اكتر من فقرة الحقيقة وكان معنا اكتر من موضوع مهم جدا هنتناقش فيه وكان اهمهم فقرة الخدمات اللي هي كانت موجودة معنا في الاخر بس للأسف الوقت ما سعناش ان احنا نستقبل المكالمات والمداخلات اللي موجودة معنا ان شاء الله الحلقة الجاية هيكون معنا فقرة الخدمات وهنت يعني نتواصل مع الجمهور والشعب عشان نشوف مطالبهم واللي عايزين يطلبوها يكون معنا استادة قائمين على حزب الحزب المصري مش قائمين بقى احنا قل ناس في الحزب لكن هي فكرة بقى بالدهلية انا بتقدم بخلص شكرا للمستشار هلال الشيخ مساعد امين مساعد حزب الحراء المصري بالدهلية والمستشار والمهندس طارق عبدو امين حزب الحراء المصري بالدهلية فقرة الخدمات في الحلقات الجاية مستمرين مع حضراتكم ليه لا سعيدة على حضراتكم استنوني انا مبسوطا انا كنت معك النهاردة فيقول حلقة في المرنامج بس بالأربيس الوقت ازف وعملين ان شاء الله هيكون لنا حلقة